تقوم إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ أحكام القوانين والتشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك واتخاذ التدابير لمكافحة الغش التجاري وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها نعم ريم كما تقوم بفضل النزاعات بين المستهلكين والمزودين والعمل على حلها وديا ما أمكن ذلك ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بحماية المستهلك المعمول بها في مملكة البحرين جهود جبارة تبذلها إدارة حماية المستهلك لحماية المستهلك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وذلك من خلال استقبال شكاوى المستهلكين في المملكة من المواطنين والمقيمين على حد سواء وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرسمية من خلال برنامج تواصل أو خط الاتصال الوطني أو عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب الحضور الشخصي وكذلك الخط الساخن والبريد الإلكتروني ونتيجة لهذا التنوع في وسائل استقبال الشكاوى والمقترحات تمكنت إدارة حماية المستهلك في النصف الأول من العام الجاري من الاستجابة ل2772 شكوى أي بزيادة قدرها 20% عن النصف الأول من العام الماضي وتم حل 86% من أجمال عدد الشكاوى الواردة للإدارة وديا وتوزعت النسبة المتبقية ما بين لجوء أحد أطراف الشكوى للقضاء أو لارتباط الشكوى بجهات إدارية أخرى ومن خلال مباشرة الشكاوى ومعالجتها من قبل إدارة حماية المستهلك تم أثناء معالجتها تحصيل مبالغ مالية بلغت 121.711 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات في حين يقدر إجمال قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 11970 دينار تسعى دائما وزارة الصناعة والتجارة إلى مواصلة خططها الاستراتيجية والتطويرية نحو تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وقد تم مؤخرا افتتاح مركز ثالث لخدمة العملاء مختص لحماية المستهلك وذلك في مقر الوزارة بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الغايات التنموية المنشودة ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة من قبل إدارة حماية المستهلك لجميع فئات المجتمع شكرا